الكثير مننا سمع عن خرائط نماذج الارتفاعة الرقمية Digital Elevation Module فما هي هذه الخرائط وكيف بإمكاننا الحصول عليها؟ هذا ما سنتعلمه من خلال هذا الدرس ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد الذي سنتعلم من خلاله طريقة الحصول على خرائط النماذج الارتفاعة الرقمية Digital Elevation Module باستخدام برنامجي جوجل إيرث وارك جي آي اس هيا نبدأ على بركة الله قبل أن نبدأ بالتطبيق العملي دعونا نتعرف أكثر حول أهمية دراسة نموذج الارتفاعة الرقمية Digital Elevation Module وتطبيقاته المختلفة يعد نموذج الارتفاعة الرقمية أحد الوسائل المهمة والتطبيقات الحديثة ضمن برنامج نظم المعلومات الجغرافية والذي يتيح رؤية تلاثية الأبعاد للتضاريس الأرضية مما يوفر ذلك من إمكانيات تطبيقية هائلة وفي كثير من العلوم والمجالات إذ أن نموذج الارتفاع الرقمي والمعتمد على الصور الفضائية والجوية ونظام التوقيع العالمي والخرائط الرقمية وحتى الخرائط الطبغرافية المصححة تهيئ قياسات وتحاليل ونتائج دقيقة عند استخلاص نموذج الارتفاع الرقمي منها إذ يمكن معرفة الانحدارات وتحديد أماكن الانزلاقات الأرضية المحتملة والتوجيه أي معرفة أثر الرياح والأمطار والإشعاع الشمسي ومن ثم تحديد مدى تطور عملية التارية للتربة والأراضي أو توزيع النباتات الطبيعية وتحديد حوض التغذية الرئيسة والأحواض الفرعية والتجاهات وطول والأبعاد المختلفة لشبكة الجريان وتقدير أفضل المواقع لإنشاء السدود وتحديد الأماكن المرشحة للفيضانات الآن لننتقد إلى التطبيق العملي كي نتعرف على آلية الحصول على نماذج الارتفاعات الرقمية أول خطوة نقوم بها هي الحصول على أكبر قدر ممكن من نقاط الإحداثيات وذلك للمنطقة التي نريد إنشاء نموذج ارتفاع رقمي لها وذلك من خلال برنامج جوجل إيرث لذلك نذهب إلى برنامج جوجل إيرث الآن أقوم بتحديد المنطقة مثلا أريد إنشاء نموذج ارتفاع رقمي لمنطقة وادي الدواسر لذلك أبحث عن وادي الدواسر بعد تحديد المنطقة أختار الأداة add path أقوم بتسميتها مثلا وادي الدواسر الآن أقوم بإضافة المسار بعد أن انتهينا من تحديد المنطقة نعود إلى هذه النافذة ونضغط الآن على OK الآن نقوم بتصدير هذه المنطقة بصيغة KML نضغط كليك يمين على وادي الدواسر ومن ثم save place as ومن ثم نختار الصيغة KML نختار مسار الحفظ نضغط الآن على save نذهب الآن إلى سطح المكتب نلاحظ ثم حفظ الموقع بصيغة KML الآن نقوم بالخطوة التالية وهي تحويل هذا الملف من صيغة KML إلى صيغة GBX كي يتعرف برنامج ArcMap على ارتفاعات النقاط في هذا الملف كيف نقوم بتحويل هذا الملف من صيغة KML إلى صيغة GBX تم تنزيل الملف ثم نختار GBX to features ظهرت هذه النافذة GBX to features نختار الملف الذي بصيغة GBX من سطح المكتب هذا هو الملف نضغط الآن على OK نلاحظ نجحة عملية استيراد النقاط إلى برنامج ArcMap الآن نتأكد من تواجد الارتفاعات في جدول بيانات غير المكانية نأتي إلى هذه الطبقة Click Main ومن ثم Open Attribute Table نلاحظ أن البيانات في حقل الارتفاعات موجودة أي نجحة عملية استيراد البيانات بشكل كامل نقوم بإغلاق هذا الجدول الآن نتحقق من النظام الإحداثي لهذه النقاط نضغط Click Main على هذه الطبقة ومن ثم Properties ومن ثم نأتي إلى تبويب Source ومن ثم ننزل إلى الأسفل قليلا نلاحظ Geographic Coordinate System GCS WGS 1984 أي أن النظام الإحداثي صحيح نضغط الآن على OK الآن نقوم باستدعاء صندوق الأدوات ArcTool Box من جديد نقوم بضم هذه الأدوات نقوم بتوسعة أدوات Special Analyzed Tool ونأتي إلى Interpolation ونختار الأدوات Clicking Double Click ظهرت هذه النافذة الآن نقوم بسحب الطبقة التي بها الارتفاعات إلى المستطيل الأول الآن نقوم بتحديد الحقل الذي يوجد به الارتفاعات في هذه الطبقة استعرض هذه الطبقة نلاحظ أن الحقل Elevation يحوي على الارتفاعات أقوم بإغلاق الجدول نلاحظ قام البرنامج بتحديد الحقل بشكل أوتوماتيكي Elevation الآن نقوم بالضغط على OK تتم عملية المعالجة نلاحظ ثم إدراج نموذج ارتفاع رقمي لهذه المنطقة الآن لأقوم بإغفاء الطبقة الأولى نلاحظ هذه الخريطة الآن نتحكم بخصائص هذه الخريطة لأضغط كليك يمين على هذه الطبقة ومن ثم Properties ومن ثم نأتي إلى تبويب Symbology هذه النافذة تمكنني من التحكم بالنظام العرض لهذه الخريطة مثلاً أختار عدد المجموعات مثلاً 12 مجموعة أو 10 مجموعات ومن هنا أختار النظام اللوني للخريطة أختار هذا النمط أضغط على Apply مثلاً لعكس الألوان مثلاً أريد اللون الأحمر أن يصبح هنا واللون الأزرق يصبح هنا أضغط على Symbol ومن ثم Flip Colors نضغط على Apply نلاحظ نعكس الألوان الآن لأعتمد هذا النظام أضغط الآن على OK الآن لأقوم بإظهار خطوط الكونتور على هذه الخريطة الآن أقوم باستدعاء أداة الكونتور من صندوق الأدوات Arc Toolbox أقوم باختيار Surface من Interpolation ومن ثم أختار الأداة الكونتور نبل كليك ظهرت هذه النافذة Contour الآن أقوم بسحب هذه الطبقة Clicking أقوم بوضعها في المستطيل الأول Input Raster الآن أقوم بتحديد Contour Interval التباعد بين خطوط الكونتور أضغط 10 الآن أضغط على OK نلاحظ ظهرت خطوط الكونتور على الخريطة الآن ليظهر قيم ارتفاعات على خطوط الكونتور ولكن أي قيم ستظهر أذهب إلى Contour Clicking Click أمين ومن ثم Open Attribute Table نلاحظ تحت حق الكونتور قيم الارتفاعات التي ستظهر أغلق هذا الجدول الآن أذهب إلى Contour Clicking For Click أمين ومن ثم Properties أأتي إلى Tab Web Labels أقوم بالتأشير على Label Features in This Layer الآن أأتي إلى Expression أقوم بمساح حقل الـ ID من هنا وأضغط Double Click على Contour الحق الحاوي على قيم الارتفاعات الآن أضغط على OK من هذا القسم أقوم بتنسيق قيم الارتفاعات التي ستظهر على الخريطة مثلاً أقوم بتغيير اللون أو جعل الخط سميك أو مائل أو تحته خط أضغط الآن على Apply نلاحظ قيم الارتفاعات ظهرت على الخريطة أضغط الآن على OK وإلى هنا وصلنا إلى ختام هذا الدرس أتمنى أن ينال إعجابكم كان معكم المهندس محمد دامس شكراً وحسن متابعتكم وإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته